نضم إلينا من بيروت سليم الصائغ نائب ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سيد سليم حزب القوات لن يسمي رئيسا للحكومة ضمن الاستشارات النيابية المرزمة التي ستبدأ يوم الاثنين عند تكليف الحريري بتشكيل الحكومة أيضا كان حزب القوات مواربا أقرب إلى أنه لا يريد المشاركة عمليا لم يريد المشاركة ولا التسمية ولا التصويت ولا التحالف إلى أين أيضا يمكن أن يصل حزب الكتائب ما الذي يريده أولا نحن منذ سنة تشرفنا فخرجنا من هذا المجلس النيابي الذي يسيطر عليه تحالف حزب الله ونعتبر أن كل ما يحصل هو حفلة مسرحية كبيرة لعدم إنتاج حكومة لأن حزب الله لا يريد لا الرئيس الحريري ولا أحد أن يؤلف حكومة إلا حسب أجنتو الخاصة في لبنان هذا هو قلب الموضوع وكل الباقي هي حجة جواهية لا تفي بالغرض واليوم الغرض هو إنقاذ لبنان وإعطاء فرصة لكي يتمكن من إعادة ترتيب أو ضاعه قبل الانتخابات النيابية الحاصلة بعد ثمان أو تسعة شهر لذلك نحن نعتبر كحزب كتائب أن أفضل مخرج هو أن نأتي برئيس حكومة حيادي كنا قد سمينا فيما مضى القادي والسفير السابق نواف سلام وتم الاعتراض عليه من قبل كثر وخاصة ممن يسمونه اليوم إنما ما نخشاه هو أن يتم تسمية نواف سلام اليوم كحجة لإضاءة الوقت مجددا ريثما ينضج القرار الإيراني في لبنان الذي هو ينتظر الملف المفاوضات حول النووي كل اللعبة السياسية الداخلية هنا تؤدي أو تشير إلى أن الأطراف اللبنانيين المعنيون بالتسمية ليسوا بقادرين أبدا لكنكم أيضا لم تنتظروا حتى تعلن هذه التسمية أنتم بادرتم بإعلان أنكم لن تسموا رئيسا للحكومة قبل أن تعرفوا هل من بين الأسماء من يمكن أن يرضيكم أو تطرحوا تحديدا إسما بعينه سيد طارق ما أشار إليه سيد سليم نقطة مهمة وهي قضية أنه حتى المرونة اسمح لي في خطأ أنتم استقلتم من المجلس النيابي سيد سيد نعم أنتم استقلتم خرجتم منه أنا لست اليوم في محط نقاش حول موقف الكتائب من استقالة من مجلس النواب هذا المجلس الذي لم يعطي أي شيء ولا أي نتيجة ليس هذا الموضوع ما أرفض تماما على هذا التلفزيون وعلى أي وسيلة إعلامية أخرى أن يتم تصوير ما يحصل في لبنان وكأنها معركة لتحصيل حقوق المسيحيين لقد أتى المسيحيون بما يسمى بالرئيس القوي وهو الرئيس ميشيل عون ولم نرى سوء أو ولم نرى إذلال ولم نرى إفلاس ولم نرى انهيار للمسيحيين ولكل اللبنانيين مثل ما رأيناه مع هذا الرئيس فأتمنى أن نترك الراية الطائفية للحظة ونفكر بمصير كل لبنان لا يستطيع أن يستقيم الوضع المسلم المسيحي في لبنان إذا لم يستقم وضع كل الشركاء في الوطن لذلك أنا أرفض تماما تصوير هذه المعركة لكن نتيجة ذلك ليست الاستقالة وعلى أجل تحقيق ذلك ليست الاستقالة وحتى ما بعد الاستقالة رفض المساهمة محاولة تقديم تنازل أو محاولة المشاركة سياسيا ولو من خارج البرلمان في حل عقدة اللبنانيين تجاوز مرحلة الانهيار المتهاوي اسمح لي جاوب نحن في حالة شعبية منطفضة هناك حالة في لبنان تغييرية كبيرة تم التعبير عنها في انتخابات نقابية المتتالية رفض كامل لأحزاب السلطة ورأي عام كبير من اللبنانيين يطالب بتغيير هذه المنظومة هذا هو بيت القصيد أما التغيير عبر الكلام الشعاراتي الفارغ التي نستعمل من هنا وهناك هذا لن يقدم ولن يؤخر الشعب اللبناني يموت وهو بحاجة إلى حل جزري وليس إلى ترقيع من هنا وترقيع من هناك لذلك نحن ندعو كل النواب وحتى رئيس التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه السيد طارق هو بنفسه قال ولوح أنه سيستقيل من مجلس النواب إذا لم يحصل على ما يريده الأسبوع المقبل إذن اسمحوا لي ليس لدينا أن نأخذ أي درس من أي أحد فيما يتعلق بالكيفية المحافظة على لبنان وأستطيع أن أطمن الجميع أن عشية أربع آب ذكرى الانفجار الكبير الذي ضرب بيروت ليس هناك من استلحاق لأحد من استقال أنقذ شرفه وأنقذ شرف من يمثلهم أما من بقي واليوم يريد الاستقالة هذا استلحاق لا جدوى له ولا حج قائمة له أفضل لهم أن يبقوا حيث ما هم لأنهم لن يقدموا أو يؤخروا في أي شيء